قاموا من المخطأ يا حبايب، فاجروا اللايكات، شلو قصتكم، حطوا زر لايك يا حبايب وعموا دستمر بتنزيل مخاطر بشكل أكبر الخبر أول الذي عاد على الفيديو الذي انتشار نورمار يا حبايب هذا الفيديو التشانويه لأنه محمد شانديركسوني بعض مثل ما رأيكم باستعمل الظاهر قدامكم شانديركسوني بعض، طبعا بعض الأشخاص تهجموا عن نورمار وأنه بسابق طرد جيهان بسبب ان انتشار عليك فضيحة وبنفس الوقت هو أنه مار جانديركسونيها وأنه مار جانديركسونيها هذا الشيء اللي خلقه مرتاي طبعا هي تعصب وتزعله هواية حيث ما أغلب يتوقع أنه أساسا هي يا حبيبتي في هذا هي الضوج ونشرت كلام على التليجرام فعليا كل الصادم كل شي صادم وخطير طبعا الكلام هي من رأس قمر مو اختباساتي أخذتها من النت وإنما كلام من قلبها فهو شي نشرت يا حبايب أحيلا لا يعرف الناس قيمة شي ما تفعله حتى يتوقف عن فعله أكيد تقصد هي لما رأيجت من العراق على التركيا بس على مدعيد ميلادها هو مقدر هذا الشيء وبعدا قلت لا تقول لي ظروف وانتيام غيري خاروف هكيد تقصد يمكن نورمار ويالانا محمد وأخر شي كتبت طرشولة يعني دزولة للنورمار وكملت يا حبايب قالت هالفترة نفسي تزفد حتى يمكن إذا بقعت خاشوقة مني أقوم أبتشي اللي هي المعلقة بعدا قلت أقول لكم شي لا تفخرون أبد بشخص تحبوه أو شخص قريب منكم قصد على النورمار اش قد ما كان قريبا وتحبوه إذا تفخرتوا بي وخليتوا العالم تعرف حيجي يوم يسوي بيكم موقف أو يخليكم تستحون تقولون قدام الناس أنه هالإنسان هي تسوى قد ما شدتوا تجاملون بي وتحشون عندي بكل حب مصدق نفسي أقابل شخص يخافي يكسرني مهما صار بس مستحيل كل الناس بس كلام نفسي أحكي 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 بس مو شخصيتي ما عارف أحب أكتم والله فما أقدر أحكي هواء يوطي حكم وسوالف أفضل السكوت بعدين كملت وقالت اخذوها مني كل شخص قدتوا للدنيا قذتني دير بالك الصير أذية جديدة القلبي هو نفسي اللي رح يصير هو والدنيا عليك والشخص اللي قال أحب عيونك هو نفسي اللي رح يبجيها أكيد قصدها يا حبايب أنه مرتي كان يقولها هو نفسي بجاها ورح تذبلوا بعد ما يحبها والخاص اللي كانوا بحياتك مثل ممثلي الكوميديا وتحشيش بس حتى يضحكوك هو نفسهم اللي رح يبجيك بقدر المرات اللي يضحكوك بها مثل ما ممثلي يأخذ الفلوس من تضحك الناس هم يأخذ حق تعبة يأخذ ضحكتك حتى ينطيها لغيرك لعلمك السهر وعلمك تنتظرك الليلة اللي هي كنت تقصد دون المار أنها كانت السهرة كل ليلة هو نفسي بسبب أذيتك هسا هو نفسي سهران يمشي على غيرك سوالف اللي كان يمشيها عليك يعني نقصدها الكلام اللي كان يقول هيه هو نفسي حالية قاعد يقولها لغيرها اللي كان يقول لك إذا أهلك أذوك أصلك أهل إذا أصدقائك أذوك أصر كل أصدقائك هو نفسي اللي من الدزلة محتاج لك لو يرد ورا يومين لو يجاه رسالتك هي دي القصد أنه هي كانت الدزلة نور ماره وما يرد عليها لو ما يهتم شايف هذا الشخص اللي يراسلك وتحاول بكل قوتك تكتم ابتسامتك من الدراسلة حتى ما أحد ينتبه هو نفسي هسا تدور زاوية تبجي بيها من الخذلانة إلك حتى ما أحد ينتبه شايفين الأطفال مرات من يأكلون وإياك وما يعرفون أداب الأكل يزعجوك كلش ذول نفسهم لكن أداب الحب ولا أداب الانتظار وإذا جهال زعجوك فهذول يدمروك ومرات تتحس مسوين مسابقة عليك من أسرع واحد يخذلك وكلها تطيحاني مع ليش ما أحب أطيكم طاقة سلبية بس أحب أنشر شغلات واقعية للمجتمعنا وبشرنا نصهم هيج أتوقع بعد أن كملت شغلت منيت شغلات ودعيت الصلي شغلات من قبل بس ما صارت لي بوقتها زعلت وبيتشيت وا 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 بس هسا وصلت لمرحلة أحمد ربي مليون مرة أو نص الإرادة اللي صارت وتحققت ودركت أنه من صدق عسى ومتكره شيئا وهو خير لكم لذوجون أبدا على الشي ردتوا أن يصير لكم ولكن ما صار الوقت تصدقوني رح يصير لكم الأحسن منه وتدركون أنه اللي صار وتدركون أنه فعليا كان صار اللي شنتوا تريدوه ممكن ينقلب عليكم شار بالمستقبل دائما نحمد أربكم ولذوجون على الشيء ببالكم مهما صار للي حيصير الأحسن منه وتتعوضونك يتقصده أنه هي حاليا خسرت نور مار ولكن هذا الشي حتشوفها بالنسبة لها خير إن شاء الله بالمستقبل ليجيها الأحسن منه وبس والله كانت وياكم الدكتورة قمر طائه شي قالت وبس يا حباب هذا الكلام فلين كونش صادم إذا فعليا توصد نور مار فشي يكونش غريب ما أدرك تبنوا يا حباب بالكومنتات هل فعليا تقصدها أو لا أنا متأكد الصراحة أن هي تقصدها حللونا بالكومنتات وبس شونكم فيها زي ما قلت منك القصص أحبكم فجروا بخطاب اللاكات وبس مع السلامة